اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبهذه الطريقة يجمع ما بين الكلمات ومواضعها في الكتاب اعادة ترتيب المادة بنظام معين تسهل عليك الفهم والحفظ وسهولة المراجعة انا الدرس ده قدامي هبدأ اراه هقسمه لي خطوط عريضة وتحت الخرض العريضة دي هقسم خطوط صغيرة بحيث ان انا اقسم الدرس ده احفظه كويس وافهمه كويس الابتعاد عن المعاصي وعدم شغل الفكر بما لا يفيد ابعد شوي عن الفيس والنت ومعاصي ربنا الالتزام ببرنامج لتقويت الزاكرة ومنها برنامج الكلمات والايحقات بتعمل ايه؟ بتجيب ورقة تكتب فيها خمس عشر خمستاشر كلمة الكلمات دي تكتبها في الورقة وتقعد تبص لها كويس وبعد دقيقتين تلاتة تجي اقفل الورقة وتحاول تتذكر الكلمات اللي كانت في الورقة التكرار بيعلم الشطار دائما اعمل الموضوع ده في البيت علشان تقويت زاكرة بتاعتك التكرار مفيد ليه؟ مفيد لانه مع كتر التكرر انت هتحفظه هتحفظه مش هتنساه تخيل الواحد اللي بيعلن عن سرعة في التلفزيون ولا في الجرائب كل يوم بيشوف الاعلام بتاع الاكل الفلانية ولا الشراب الفلاني يوم وراء الثاني وراء الثالث هتلاقيه خلاص حفظته الالتزام بالاداب الاسلامية في تناول الطعام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا أكلنا لنجبع ما تملاش بطنك بالاكل النوم ست ساعات النوم الطبيعي من ست لثمان ساعات مش نهارا ليلا يا جماعة النوم أثناء الليل أفضل مليون مرة من النوم أثناء النهار النوم يساعدك على الراحة البدنية والزهنية يساعد على اختزان المعلومات وتكويت الزاكرة المشاركة في النقاشات مجموعة بنذاكر مع بعض بعد ما خلصنا من ذاكرة الدرس ده نقعد نسأل نفسنا نسأل بعضنا أسئلة نحاول نسبت كلنا مع بعضنا اللي احنا ذكرناها طريقة كويسة جدا أما إذا كنا هنكتامع عشان نضيع وقت بعضنا لا مالوش لازمة استخدام الممارسة العملية والوسائل الحسية للحصول على خبرات تزبط في الزهن بشكل أكبر ده بيكون باستخدام أكثر من حاسة أنت بتقرأ وتسمع وتشوف لو تلاتة جمع مع بعض إنك شفته وسمحته وحسته بإيديك مش هتنساه قلنا الالتزام بنظام غزاء سليم جسمك بيحتاج لألفين وربعمائة سعر حرارية كل يوم يجب أن يكون الغزاء بتاع حضرتك يحتوي على بروتينات وفيتامينات وسكريات والألف الغزائية والمعادن كل يوم على الأقل نص ساعة رياضة مش هقولك اجري اجري يا سيدة هقوليني الملعب أو نص ساعة ماشي سريع خمس ساعة في الأسبوع حضرتك تمشي تمدي في ماشيتك نص ساعة كل الخمس ساعة في الأسبوع مش مطلوب منك أكتر من كده إزاي تصرع الحفظ كيفية تسريع الحفظ هناك عدة خطوات من الممكن اتباعها لتسهيل عملية الحفظ وتسريعه أولا الاستعداد تجهز المكان تجهز حالك الكتاب موجود تاني حاجة تبدأ تسجل المعلومات التي تحفظها على شريط مسجل تجيب الموبايل بتاعك وتشغل مسجل وانت بتقرأ سجل كلام بتاعك وقرأه مرة واثنين وثلاثة وبعد ما تقرأه مرة واثنين وثلاثة افتح اللي انت مسجله وابدأ اسمعه من أول وجديد هتلاقي نفسك مع الوقت ما يجيش ساعة انت شفته بعينيك قريته بلسانك سمحته بودانك هيزبط ان شاء الله رب العالمين خلي الإنسان أكثر دراية بالمادة التي يحفظها تاني حاجة تقسيم المعلومات المكتوبة إلى مجموعة من الملاحظات تجيب الدرس اللي انت بتذاكر فيه وتقسمه لتقسمه لعدة خطوط الخطوط الحمراء دي تحط عندها تحتيها عدة خطوط صغيرة بحيث ان انت ما تخليش الدرس كله كتلة تقسمه حتة حتة كل حتة افهمها واحفظها وكل ما قررت المراجعة الدرس ده انا ذاكرته ارجعه بعد يومين ارجعه بعد اسبوع ارجعه بعد اسبوعين تكرار عمره ما هيخلي المعلومة تطير من دماغك وهيثبتها لك التدقيق في الكلمات الكلمة قبل ما تحفظها يفهمها بتقول ايه ويفهم الممكن اللي وراها هيعمل ايه وانت بتذكر الرياضة احفظ القانون وشوف القانون ده ممكن يتحور لايه في حاجات لازم يكون فيها الحفظ زي اللغة العربية الإنجليزية الفرنسية لازم تحفظ ما فيهاش فهم دي المواد المثلة الرياضيات والعلوم في حاجات لازم تتفهم تحفظ القانون كويس عشان تعرف تحل المسائل والعواجان اللي بيجوهولك في السؤال تبقى انت فاهم القانون عشان تعرف تحل السؤال مهما كان اللي وضع السؤال اللعب فيه كتابة المعلومات من الزاكرة مما يعزز عملية التطبيق وانت قاعد كده قاعد بذاكر الدرس الفؤاني سيب الدرس ده وافتكر انا كنت مذاكر منه ايه وبعدين اجيب الدرس ده واشوف اللي موجود فيه انا كنت حافظ منه ايه ونسيت منه ايه حاجة بسيطة كده مأكولات تساعد على تقويت الزاكرة ومحاربة النسيان توجد عدة مأكولات تساعد الطالب على تقويت زاكرته ومحاربة النسيان لديه من اهمها ما يأتي يحتوي كل من التونة والسردين والجمباري على الام جسري الام جسري يساعد على تقويت نشاة الدماغ ويزيد القدرة على الانتباه بشكل كبير يساعد البصل كذلك على زيادة القدرة على الانتباه كما ان محتوى العالي من فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد الذي له دور في ايصال الاكسوجين الى الدماغ المكسرات مثل الفوزدو والفول السوداني وعن الجمل بتعمل على تقويت العصاب وعلاج ضعف الزاكرة البيتنجان الاسود يحتوي على مادة النياسين التي تعزز وظائف الدماغ البروكلي يحتوي على نسبة مرتفعة من الفوليك أسد مما يزيد نشاط الدماغ وينشط الزاكرة السبانخ السبانخ بتحتوي على الفوليك أسد والحديد والمانجنيز وفيتامين ألف وكاف الامر الذي يساعد على تحسين وظائف الدماغ والوقاية من الإصابة بفقدان الزاكرة عصير اللامون بكميات كبيرة بيزود القدرة على التركيز والاستعاب الفكهة بمختلف أنواعها فيها عناصر غذائية مهمة جدا لتقويت الزاكرة الشوكولاتة الشوكولاتة والكافيين في العديد من المواد الغذائية يساعد على استرجاع المعلومات بشكل أفضل شربوا كميات كبيرة من الماء بما يقارب 4 لتر في اليوم من أجل تنشيط الزاكرة تناول منقوع كل من حبة البركة والزنجبيل واللبان الذكر مرتين في الصباح حبة البركة والزنجبيل واللبان الذكر اغليهم وبعدين المنوع بتاحهم تناول منقوع كل من حبة البركة والزنجبيل واللبان الذكر مرتين في اليوم صباحا ومساء خصوصا في فترة الانتحانات مما يساعد على تقويت الزاكرة وزيارة التركيز نصائح تساعد على المذاكره بشكل جيد هناك عدة نصائح احب اقولها لك ان شاء الله ان شاء الله تفيدك. واحد ما تعجلش المذاكرة. النهاردة ما ذاكرتش. بقت مادة النهاردة. وبكرة هتذاكره مع بعض. التلات ايام اللي فقط ما ذاكرش. التلات ايام دولار المفروض انها ذاكره فهم واحد ما ينفعش. المذاكرة المبكرة. فيه ناس تحب انها تسحى بدري. تذاكر اه بالنهار. وبالليل تنام. وفيه ناس تفضل نايمة صهرانة طول الليل. وتنام بالنهار. وخاصة في ايام الصيف وايام الحر وايام الصيام. انا يعني تجريبتي شخصي انا ما بحبش اذاكر بالليل. انا اصحى بدري اذاكر وانام كويس بالليل. لان النوم بالليل لا يوضهي ابدا النوم بالنهار. وضع جدول المذاكرة والاتلزام بيه. ما تخليش مادة تذاكرها وتنسى الباقي. لازم يكون عندك جدول كل مادة بتاخد وقتها علشان ما تذاكرش مادة وتنسى التانية. تنظيم وقت المذاكرة مع الاستعداد المبكت قبل الاختبارات. استخدام اشكال والوان وصور وزارة لتمييز المعلومات. مما يساعد على عدم نسيانها بسهولة. كتابة الملاحظات وتسجيلها. جم الدرس كده في ورع على جنبه ولا في فوق كده في السطر فوق. اكتب الملاحظات اللي انت بسجيلها. عشان لما تيجي ترجحها تبقى موجودة في دماغك. اتقار المذاكرة زاكر بتركيز. ركز وانت بتذاكر. اقرأ. واحفظ وافهم. تحفيز النفس على المذاكرة. حضرتك انت بتذاكر لنفسك. وان شاء الله ان شاء الله المذاكرة دي ربنا هيجزيك خير عليها. وتعرف ان الطريق في الدنيا لم يكن ابدا مفروش بالورود. لم يكن ابدا ممهد ومفروش بورود الحد. حضرتك عايز تبقى وافضل قاعد على المكتب لغاية مخلص كل اللي وراي. انا عايز اوصل لهدف. الهدف ده لازم يكون ليه عزيمة. لازم يكون فيه قوة وصبر ومصابرة. عشان توصل للي انت عاوزه. فيه شوية اعشاب كده بتتقوى الزاكرة للحفظ وعدم النسيان. اكليل الجبل او ما يسمى بيه الرزوماري. عشبة عطرية نفازة. يمكن تحضرها كالشيء العادي. تساهم في تغذية خلايا المخ وتحسين القدرات الزهنية. الشيء الاخضر. يحتوي الشيء الاخضر على الناصر معدنية مهمة للزاكرة. مثل السيلينيوم والزينك والكروم والمنجنيز. بالاضافة لفايتامين سي. ومادة البوليفينول المضادة للأكسادة. ومركبات الفلافونيت. ناهيك عن الكاراتوينات. والتوكفيرول. فهي بالتالي محفز خلايا العصبية. محفز قوة جدا للخلاع عصبية. ده اسمه اكليل الجبل. تاني حاجة اشوغندل. او ما يسمى بالجنسنج الهندي. يساعد على التخلص من التعب والقلق. مما ينعكس ايجابيا على سرعة التذكر. تالي التعشب اسمه رهديولا. او ما يسمى بعاص هارون. او تاج الملك. يساعد هذه العشبة على تحسين الزاكرة. بفضل قدرتها على زيادة نسبة مادة الاسطايل قولين في الدماغ. كما انها تحسن الحالة المزاجية. وتطرد الاكتئاب. نظر لدورها في زيادة مستوى مادتي الدوبامين والسيروتونين في الدماغ. رهديولا مفيش اكتئاب. كوة للزاكرة. تحسين للزاكرة. اتمنى ان انا اكون افتكم بحاجة. واعيد عليك. انت بتذاكر لنفسك. حضرتك بتذاكر لنفسك. حضرتك بتذاكر علشان تخش كلها كويسة تعيش في وسط تاني. تلقي نفسك. تساعد نفسك. انما هنام وهفضل اضيح في الوقت. هتبه فياشل. النجاح له طريق. طريق محتاج كوة. وعافية. محتاج صبر. وتصابر. ومصابرة. وافتكر في الاخر ان انت اللي بتكرر مصيرك. اما تبقى انسان ما شاء الله له وجود في المجتمع. او انسان فاشل موجود في الشوارع على المقاهي. ادعو الله عز وجل انه يحفظ اولادي. ويحفظ اولاد كل المسلمين. ادعو الله عز وجل ان اولادي يبقوا كويسين. ويتفوقوا. ويدخلوا كليات ترضيني انا وتسعد قلبي. ده ادعوه لكل مسلم ومسلمين. لكل ابو وام. ربين اهديهم وعائلهم. ويلاؤوا تعبهم وشآهم جاه بخير. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة